النائب ينالف ريحات أسئلة جريئة ومنوعة لازم جاوبنا عليها بسرعة ومن دون تفكير في الإعلام أم النيابة وين شفت نفسك أكثر؟ الإعلام النائب الشاب الإسلامي كيف تتعلق على هذه التسمية؟ يمكن أطلقوها علي أتوقع في القدس العربي يمكن زميل بسام بالدارين أكثر من نائب وربما من وسائل الإعلام أخرى مناسبة يعني تعطي الوصف المناسب تتعمد إطارة الجدل والدخول في مشادات سواء مع رئيس المجلس أحمد الصفدي أو حتى كزملاء وهذا غير متعارف عليه في بروتوكول تيار الإصلاح كيف ترد؟ الزملاء عمري ما صار يعني مشادة واحدة هي حالة واحدة وهي مع رئيس المجلس حالة واحدة فرضت نفسها بظروفها ممكن نسميها ظاهرة إذا تكررت لكنها لم تتكرر وبالتالي هي ليس يعني ليس أسلوبي ولا يعني تم يعني خلنحكي تأكيده على أكثر من مرة هي حادثة وحيدة اللي صارت مع الرئيس وربما يعني مع أحد الزملاء لكنها لم تتكرر نعم في مداخلاتك هل تتعمد إصارة الجدل كيف ترد على من يقول ذلك عن ينال فرح؟ لا أنا بحكي اللي عندي إذا الكلام اللي أنا بحكي يثير جدل الآخرين هذا مسألة أخرى لكن أنا أتحدث دائما بلسان حال الشارع الأردني وأحاول أن أمثل ناخبيني وأمثل الشعب الأردني الآن هناك من يتحفظ على هذا الكلام بتصفي مشكلته مش مشكلتي كيف ترى رئاسة المجلس في عهد أحمد الصفدي؟ يعني الكلام بطول في هذا الإطار من وجهة نظر يعني إحنا على الأقل في ميزة سعادة أحمد الصفدي أنه يعطي المجال للكلام أكثر من غيره وبالتالي على الأقل إحنا بالنسبة لنا مجلس نواب جزء منه وأنه منبر منبر أنه نعبر فيه عن آراءنا نعبر فيه عن مواقفنا وأنه نعبر فيه عن توجهاتنا وعن نبض الشارع في هذا المجال أحمد الصفدي يعني أبو زيد يعطي المجالي يمكن الناس بتحس أنه بيقاطع بس التجارب السابقة كانت المقاطعات أكثر وأكبر وبالتالي هو هذه من أبرز الإيجابيات يعني اللي إحنا في تعاملنا على المستوى الشخصي مع أبو زيد أنه يعني نستطيع أن نتحدث وأنه نعبر عن آراءنا الآن باقي الأمور ربما نتفق ونختلف معه بكثير من الأمور خاصة يعني عندما يتم تصويت على القوانين ورضو في إحدى الحالات أنا طلبت إعادة تصويت ثلاث مرات وكنت أشوف أنه التصويت يخترب في كل مرة عن المرة الأخرى ليش؟ ما بعرض نعم أنت ذكرت الجانب الإيجابي ولكن هناك سلبية في شخصية أحمد الصفدي نحن نتحدث كرئيس مجلس وليس كشخصه سلبية حكينا عن سلبياته كرئيس حكيت لك في موضوع التصويت مرات إحنا ما بنعرف في الأغلبية بنطلب إعادة التصويت هو بقول مثلا مقترحك فشل مرة قدمت مقترح لتجريم الشهود الجنسي فشل أنا شفته ما فشل ناجح وكان هناك أغلبية فالاستعجال في بعض الأحيان في التصويت وفي بعض الأحيان أنه إحنا كل واحد عنده وجهة نظر من حقنا أنه يصير فيه عد بالتأني حتى الشعب يعني والمتابعين في مجلس النواب بيستغرب يقول أغلبية أغلبية طب ما فيش جزء من الثاني يعني الثاني نفسها ما اكتمل حتى نشوف أنه فيه أغلبية أو لا ولما نحس أنه إحنا فيه قرار يعني عكس المتفق عليه أغلبية منشوفه أغلبية بس بحكي لم يحصل على الأغلبية فإذا فيه سلبية في إدارة الجلسات موضوع اليقين في التصويت إحنا بيكون عندنا شك دائما وفي بعض الأحيان بيكون فيه مشكلة في النصاب وهي لا تتعلق فقط في شخص الرئيس حتى تتعلق في النواب إحنا كينا الفرحات وكعضاء كتلة الإصلاح ربما معروفين أنه من النادر أنه غادر مقاعدنا يعني إلا للحالات الطارئة جدا أما يعني في المجلس في بعض الأحيان نشعر أنه ما فيه ومنعد أنه ما فيه نصاب وربما تكتمل الجلسات بغير نصاب دستوري نعم وجهت لك اتهامات بأنك حرطت نائب المفصول أسامة العجارمة من تحت لتحت كما يقال في العامية وكنت بمثابة الناطق الرسمي بإسمه وكل ما حدث معه كان من تخطيطك كيف؟ أولا يعني أسامة وبسيف صديقي وكنا أصدقاء يعني من بداية المجلس ويعني تصادقنا بالحلوة وبالمرة في المجلس وبرى المجلس دخل على بيتي ودخلت على بيته وصار بيناتنا عشرة وعيش وملح يعني زي ما بنحكيها بالعامية وبالتالي إذا أخطأ أسامة من الصعوبة ومن مكانين أنا أتخلى عنه لأنه أخطأت أقول له أنت أخطأت وأنا متخلى عنك يعني لا هو حتى في بداية الخطأ لم أجد الخطأ اللي في مجلس النواب أنه خطأ لا يختفر وخطأ كبير وبالتالي ظلتني مع صديقي من باب أنه مش راح أتخلى عنه وهذه ليست من مروعة ولا من الرجولة أني أتخلى عنه ولو أخطأ أما موضوع التحريض فشخصية أسامة اللي بعرفها تاريخيا معروف أنه يعني مش بحاجة أحد يعني حرضه وهو يعني شخصية دائما كانت هجومية تاريخيا من قبل العمل النيابي في الجيش في خدمة القوات المسلحة وفي حياته في نعور وكان له الكثير من المواقف اللي هو الكل بعرف أنه يعني بالنسبة لي أنا وتاريخي وعلى مستوى يعني خلن نحكي الاندفاع لا يعني أسامة كان عنده يعني ححلات كثيرة يعني قصصه معروفة وبالتالي أنا حياتي في الجانب السياسي وفي الجانب الإعلامي مش ممكن أني يعني أكون إلي دور إليه في تحريض على مستوى الشارع على مستوى اللي صار بعدين اللي صار بعدين طبعا وإحنا الكل بعرف أنه وقتها لما صار في حديث عن يعني رأس الدولة وحسينا في أمور تتعلق في زعزعة الأمان وتتعلق في خلينا نحكي تخوف تخوف من أن تنتقل إلى فتنة وقتها وقفنا وتواجهنا يعني أنا أبو سيف وقلت له أنه هذا الكلام لا يعبر ولا يمثل الطرح اللي أنت كنت تقدمه وهذا فيه تغير وعند هذا التغير إحنا كنا واضحين ولا لبس في موقفنا أنه إحنا كنا رافضين لتصريحاته اللي صدرت في الشارع لكن على الرغم من ذلك كنا أيضا عندنا وجهة نظرنا في حل هذه الإشكالية وفي حل هذه الأزمة بالحد الأدنى من إثارة الشارع لذلك رفضنا التصويت على فصله لكننا لم نوافقه على تصريحاته وفي فرق بين هاتين المسألتين ولذلك إحنا رفضنا التصويت على فصله حتى لا نأجل الشارع حتى لا نستفزه لأننا رأينا من منحة دستوري وقانوني أن الجلسة كان فيها خلال على مستوى الدعوة قبل 48 ساعة والكثير من الأمور بنفس اليوم يعني تم الدعوة وهو أوردي كان يعني أبو سيف مقدم استقالة وممكن نقبل استقالته ويتنتقل العلاج المسألة والإشكالية من مجلس النواب إلى القضاء والمحاكم إحنا كنا نرى أن مجلس النواب ليس هو المكان لحل هذه الإشكالية وتأجيش الشارع أكثر نعم عدم التصويت على استقالته تفهم عند الشارع أيضا بصورة مغايرة أنه أنتوا تؤيدوا ما جاء به من كلام زعزع واستقرار هي للتوضيح زميلتنا إحنا لم نصوت على فصل وليس استقالته استقالته أنا نفسي سألته بدنا نصوت على استقالتك وكان منتهي هذا الموضوع الاستقالة لكن تم تقديم جلسة عرض الاستقالة إلى الفصل الفصل كان فيه إحنا وكأنه بنا فيه ردة فعل هذه قراءتنا واجتهادنا يمكن يكون صاح ويمكن يكون خطأ أنه هذه الدعوة والاستعجال في موضوع الفصل بدل من الاستقالة والخيارين والنتيجة واحدة يعني بالنهاية رح يروح للمحكمة والقضاء هو اللي يعني يدير هذه المسألة لكن إحنا كان اجتهادنا أولا أنه الجلسة فيها خلل وإحنا بالمناسبة أسامة كل زملائنا اللي تم فصلهم أو توقيفهم لم نصوت عليهم كلهم بلا استثناء لأنه إحنا عنا موقف أن مجلس النواب يفترض هذا النائب جاي بإرادة شعبية والإرادة الشعبية مسألة ليست سهلة لا في الأردن ولا في العالم في العرف الديمقراطي يفترض أنه ما يكون فيه تساهل في فصل نائب منتخب من الشعب فنحن لم نوافق على أي فصل وعلى أي تجميد لأي زميل حتى ما يوصف مجلس النواب بأنه زي المدرسة يعني واحد بيعمل خطأ بروح بنفصله ولا كذا وهذا كله كله يعني أنا لا أعتقد بخراءة الإعلامية وليس لجزء من مجلس النواب أنه فصل وتجميد أعضاء مجلس النواب في مجلس الحالي أدى إلى تراجع بشعبية المجلس وفقدانه للثقة الشعبية إحنا كنا نشوف إذا فيه خطأ بده يتعالج بالقضاء فليذهب إلى القضاء لكن لا نزوج بمجلس النواب في هذه المسألة مؤخرا أحدث تصريح لزميل إعلامي جدل كبير قال فيه أنه لو في دولة غير الأردن والناس شافوا الفيديوهات اللي أرسل إياها ينال فريحاته أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي مرياض العضايلة ما بيضل حدا من العشرتين شو الفيديوهات اللي أرسلتها لعمر كلاب لأتنمي لعمر كلاب طبعا الفيديوهات هو يعني أوحى بكلامه أنه شيء سري وكانه في شيء سري هو الفيديو أنا نزلته على صفحتي ونزلته على كل جروبات الواتساب وعلى كل قائمة يعني الأصدقاء وهو للأسف كان اسمه من هالأسماء وفكر أنه شغلة خاصة هو بعقلي برضو مقالاته يعني اللي بكتوبها وأنا يعني حطيته على الليستة أيضا حتى لنشر الفيديو الفيديو كان ببساطة هو منشور ومعروف وأنا تحدثت فيه أصلا بالشارع بمهرجان كبير لتنسيقية سمي التنسيقية المطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية ببساطة هي كانت رسالة موجهة لجلالة الملك تحدثت فيها بنصيحة وهذه النصيحة ربما البعض يعتقد أنه يعني الملك يعني مش ممكن أنه واحد مواطن ولا نائب ولا سياسي يتحدث معه احنا متعودين في الأردن هنا على جفرة ممكن واحد يوجه مناشدة على ملدي على أي إذاعة على أي وسيلة إعلام بدي بواحد بيحكي وأنا كنت على في الإعلام والإذاعة بيحكي معنا سايك تكسي مواطن رايح على دوامه حكومي خاص بيقول بيوجه مناشد إلى جلالة الملك شغلة عادية جدا فأنا بطبيعة السياسية بعد ما أقر مجلس النواب ومجلس العيان مشروع القانون لم يتبقى من مسارد السوري سوى الإرادة الملكية إما أن يتم المصادقة أو يتم رده فأنا وجهت نصيحة لجلالة الملك بعدم المصادقة عليه هو صادق بعد ذلك وهذا يعود لقراءة جلالة الملك في هذا الإطار لكن أنا وجهت رسالة لسببين رئيسيين قلت بالإضافة إلى أنه سيؤدي هذا المشروع إلى تراجع سمعة الأردن على المستوى الحريات رح يؤدي إلى تصادم المواطن مع القضاء لأنه إحنا أعطينا للقاضي قانون بدون نصوص واضحة رح يصير القاضي اللي في إربت غير القاضي اللي في الزرقى غير اللي في عمان غير اللي في مهدبة كل واحد يحكم شكل وهذا رح يؤدي إلى فقدان الثقة بأهم سلطة موجودة في الأردن والسلطة القضائية المسألة الثانية أن وسائل التواصل الاجتماعي كانت تتعبر عن متنفس الشعب الأردني إذا ما يعني عبر وتنفس وعبر عن غضب وعبر هذه الوسائل ربما يتجه إلى مسارات أخرى تحت الشارع تحت الأرض وفوق الأرض في الشارع وهذا ربما يؤدي وانا شبهته بلوحة زجاج إذا كسر لوحة زجاج لا يستطيع أحد أن يقوم بعدد ترميمه فاللي بيحكي أن الأمور طيبة والأمور تمام سيدنا وما في مشكلة في الشارع الأردني هذا أعتقد أنها نصيحة ليست صحيحة وليست حقيقية ولذلك أنا هذه الرسالة التي وجهتها لجلالة الملك وبفيديو وصل إلى عمر كلام يعني أنت من منطلق الحديث عن قانون الجرامة الإلكترونية تقول بأن الناس قد تخرج إلى الشارع يعني قد نرى مظاهرات وقد نرى اعتراض لأن الناس بطلت قادرة تحكي على السوشال ميديا فرح تتجه للشارع أنت هذا ما قصدته في الفيديو وهل سيحدث ذلك؟ يعني هذه قراءة لأي حدا عنده أبجذيات علم السياسة يعني أنا ما بتنبأ بشيء مستحيل أو شيء غير مرئي الشعوب تاريخيا تحتاج إلى أن متنفس وتحتاج إلى أن تعبر عن غضبنا نحن في لحظة من اللحظات ظننا أن السلطة في الأردن وفي العالم العربي بشكل عام وأنها تسمح بالتعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي حتى تتجنب النزول إلى الشارع لنكتشف بعدين أنه يطلع مش طايبين وهم حتى تعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولا يريدوا حتى وجود هذا المتنفس ونأعتقد أن هذا الإغلاق وهذا التكميم سيؤدي إلى انفجار زي تنجرة الضغط والانفجار والانفجار ربما في بعض الأحيان يكون من الصعوبة بمكان السيطرة عليه مجلس العيان أجرى تعديلات ما بتشوف أن هاي تعديلات مجدية بعد التعديلات احنا أشتنا في التعديلات وهذه بالمناسبة تعديلات اللي أجراها مجلس العيان طلبنا فيها من مداية مناقشة القانون بأن يتم عدم جمع العقوبتين معا السجن والغرامة يعني نحط أو بدلوا هذا المطلب بالمناسبة قدمنا بمجلس النواب وهذه من التناقضات اللي صعب وحد يفهمها صوت مجلس النواب بالأغلبية على رفضها ثم بعدين اجت من الأعيان نفسها نفسها اجت من الأعيان صوت مجلس النواب بالأغلبية بقبولها كيف ما بعرف وبالتالي التعديلات الأعيان نعم جيدة لكنها لم تكون كافية نعم أخذوا منكم البوينت جراء مجلس الأعيان طيب هل ممكن تنسحب من حزب الإخوان المسلمين مستقبلا؟ يعني بالنهاية الحزب يمثل أيدولوجيا أنا أؤمن فيها عقائديا بأن مرجعيتي أنا كإنسان في الحياة سواء في العمل السياسي أو حتى في حياتي الطبيعية هي القرآن والسنة وهذا الحزب يتخذ هذه المرجعية أساسا له وبالتالي من الصعوبة بمكان يكون هناك افتراق مداما أننا متفقون على الأدبيات والأدبيات الأخرى التفصيلية كلها متوافقون عليها وأنا بالمناسبة نجحت في الانتخابات وتم دعمي دون أن أكون عضوا في هذا الحزب لكني أتوافق فكريا معه وعملت بمؤسساته الإعلامية لهذا التوافق الفكري بدون ما يكون فيه أي وضع أي شروط وأي عقود هذا التوافق فكري بأننا نريد أن نخدم الأردن لنماء الأردن ولتنميةه ولإصلاحه وعندنا مشروع أيضا مشروع كبير في تحرير فلسطين واستعادة سيادة الأمة يعني الجواب غير وارد هذا الموضوع النائب عمر عياصرة كان معروف أنه هو محسوب على جماعة الإخوان المسلمين ولكن تغيرت توجهاته لاحقا كما درس المشهد وفهم وأنت هاجمت النائب عمر عياصرة كما قيل الآن هل ترى أو هل تستطيع أن تصف النائب عمر العياصرة بأنه من النائب المعارض إلى النائب السحيج بالعامية كما يقال يعني مش أنا بوصف قواعده الشعبية هي التي تصف وأنا بالنسبة لي صار عندي صدمة صدمة من زميل ترافقنا أكثر من عشر سنوات في العمل الإعلامي والعمل السياسي وكان يعني إذا على مستوى السقوف كان صخفه دائما أعلى من صخفي وكان يعني هو أكبر مني بأكثر من 10-15 سنة وبالتالي له تجارب أكثر وأكبر من تجاربي كنت أستفيد منه وكنا يعني نرى خطابه وصقوفه العالية لكننا كنا نرى أنها صقوف وطنية أيضا يعني كان عمر له شعبية كبيرة وكان له أثر وكانت كلماته في مكانها وكان هدفه كما هدفنا دائما إصلاح البلاد لكن لما نفس التصريحات اللي كان إحنا يعني متزاملين فيها انقلبت وأصبح يهاجمها ويهاجم من يتبناها وإنت قبل أكم من شهر كنت يعني تتبناها هذه مسألة غريبة يعني حتى بعلم السياسة صعب أن واحد يتفهم هو قال أنه كان فيه معارضين صاروا مع الحكومة ومع الحكومة والعكس لكن مش بهذه الدرجة بدليل أن الشارع الأردني إذا طلع أي مسؤول سواء كان نائب ولا وزير طول عمره مواقفه مع الحكومة مع يعني السلطة وما إلى ذلك ما حدا ينتقده قد ما ينتقد عمر لأنه كان له خطاب سابق خطاب مختلف خطاب متناقض تناقض كبير هذه الصدمة صدمة هاي ورقم واحد رقم اثنين أنه صار يهاجمنا هو يهاجمنا وليس إحنا يعني لما أحنا كنا في الإعلام كنا نتمنى مثلا نقابل لصال صالة عرموطي لأنه صالة عرموطي بيعملنا إضافة في أي لقاء لما صالة عرموطي يحكي تحت قبة البرلمان وأبو أسامة يخبط على المقاعد احتجاجا عليه وهو كان محامي صالة عرموطي محامي في قضية جامعة مؤتة المعروفة لم يقدر معروف أبو عماد لهذه الدرجة أيضا صار يهاجم الإخوان المسلمين بالحرف وبالمصطلح ليس تلميحا في كثير من الأحيان تلميحا وفي أكثر من الأحيان بتصريحات واضحة وحتى حاول أن يستعيد قصة أسامة العجارمي ليقلب الدولة علينا أنه إحنا صوتنا على عدم فصله وأصبح يستذكرها في كل صباح ومساء بيسألوا عن قانون الجراء الإلكترونية بيحكي عنها بيسألوا عن قانون الجغرافيا والكواكب بيحكي عنها شيء مش طبيعي محاولة استذكارها وكانه يريد أن يذكر الدولة دائما عشان هيك أنا جوابت على سؤالك وكنت واضح وصريحة أننا لم نكن نؤيد تصريحات زميلنا وسامة لكننا لم نصوت على فصله لأسبابنا التي نرى كنا فيها مصلحة الوطن وليس لأننا توفقنا عليه حتى لا يصنب في الماء العكام عمر عياصر يبحث عن وزارة لهذا تغيرت مبادئه وتوجهاته وما إلى ذلك يعني ممكن هو أجاب على هذا السؤال أجاب أنا شفت اللقاء إعلامي لا أنا أريد إجابتك أنت هذا شيء واضح من خلال يعني خلينا نحكي هذا الانخلاب يعني والقرب الآن ممكن واحد يحكي أنه أنا بدي أدافع عن توجهات الدولة الأردنية تمام لكن أصبح يدافع عن حكومة حكومة بأشخاصها وهذا الأمر يعني لم يكن موجود في كل تاريخ عمر على مستوى مقالاته السياسية في صحيفة السبيل على مستوى الطلاته الإعلامية في قناة يرموك أو حياتي في إم ولما يصبح يدافع عن حكومة وعن شخص داخل الحكومة إذن هو يعني ربما ينتظر ولما يخسر قواعده الشعبية ولما يتواصل معنا أبناء عشيرة اللي هو نجح في إجماع شائري ويقول بأن عمر اختلف علينا وبدل من مواقفه وبالتالي لا يوجد له فرصة للعودة إلى مجلس النواب عن طريق قواعده الشعبية إذن هو بالتأكيد لا يريد أن ينغادل الحياة السياسية ويريد أن يبحث عن شيء يعين فيه تعيين بدلا من الانتخاب من الجهة التي قصدت أنها تساهلت في السماح ببيع أراضي الأردن للإسرائيليين وسيتم ذلك في حال تم مرر القانون قانون الملكية العقارية يعني هي الجهة التنفيذية الحكومة وهي التي جاءت بهذا القانون وهذه مسألة خطيرة أنا قلت منه بالأدبيات السياسية المعروفة للمخاطر الصهيونية على الأردن هي شراء الأراضي وتملكها انتظارا للحظات معينة هم يديرونها وهم يخططوا لها في المستقبل فإحنا ليش نسهل عليهم هذه المسألة حتى أن مقترح كتلة الإصلاح اللي جاء من زميل أحمد القطاون اللي بالتحديد رفض تملك الإسرائيليين بشكل محدد تم رفضه أيضا من مجلس النواب إضافة هذا البند نعم تم رفض إضافة هذا البند وإحنا نعرف أنه أصلا الإسرائيليين ما بيشتروا بجنسياتهم لكن على الأقل أن نحمي الأردن من الاستهداف المباشرة هذه مسألة من المسائل الخطيرة جدا وأنا أعتقد أنه يربما الكثير من الحكومة أعضاء الحكومة اللي دافعوا هذا الموضوع لم يكن في حسبانهم وفي نقاشاتهم عند تداول هذا الموضوع هذا البعد الاستراتيجي البعيد هذه الحجة كانت لأنه سمعنا نرد الحكومة نحن نسهل الاستثمار نسهل على المستثمرين لكن في مسألة خطيرة تتعلق في وجود الأردن يفترض أن يكون للحكومة رؤية ونظر فيها وبعد استراتيجي خاصة لو أن الكنيسة لدى احتلال لا يحسب حسابنا ولا يخجل مننا عندما يقلق قانون يهودية الدولة وعندما وزير مالية صهاينيس موترش يقعد يحكي على منصة فيها خارطة أردن وفلسطين على أساس أنها إسرائيل الكبرى يعني هم لا يحتربونها ولا يقدرونها على المستوى الرسمي وبنغفير حدثي ولا حرج عن اختراماته المزل الأقصى فإحنا ليش منخف منهم أو ليش منحسبينهم حساب هذه المسألة اللي مرات يعني فعلا بواحد بشعر بغضب شديد أنه إحنا بدنا ردة فعلا أقوى بدنا على الأقل حتى الناس تحكي كله كلام على الأقل بالكلام لأنه الجزء منه في كلمة وبالتالي أن تكون كلمة قوية تعبر عن نبض الناس وتشعر المواطن الأردني أنه هناك حكومة هناك سلطة تنفيذية وهناك سلطة الشرعية خايفة على الأردن وخايفة على المستقبلها وخايفة من المشروع الصهيوني الذي يريد أن يستهدف الأردن قانونان مفصليان الجرائم الإلكترونية والملكية العقارية وسيكون لهم أثر لاحقا هل بتعتبر أنهم وصمة عار في تاريخ حكومة بشر الخصاونة ومجلس نواب التاسع عشر أيضا نعم يعني أنا أعتقد بغض رضا عن المصطلح الوصف أنها سلبية كبيرة جدا ستسجل نعم في تاريخ الحكومة وفي تاريخ مجلس النواب ولكن نقول بأنه في العمل السياسي المسؤولية تضامنية لدى الحكومة يعني أي قرار تتخذ الحكومة كل الوزراء يشملهم أما في مجلس النواب لأنه بعض الزملاء وخاصة الرئاساء ورؤساء اللجان بطلبوا من النواب أنه لازم تدافع عن القانون بعد أن نقره كلنا ندافع عنه هذا بيصير عند الحكومة أو بيصير في العمل الحزبي أما في العمل النيابي لا أنا راح أظن أرفض هذا القانون ولا أدافع عنه ولو أقره الأغلبية أحترم الأغلبية لكن لا أدافع عنه بأي شكل من الأشكال لأنه أولا كان دفعنا عن قانون ودي عربة اتفاقية ودي عربة نحن نرفض ذلك ونعبر عن مواقفنا ونؤكد للناس أنه إحنا كان موقفنا مناقض ومعارض لهذه القوانين التي ستمس حرياتهم والقانون الملكي العقاري الذي سيمس مستقبل الأردن وهذه مسألة خطيرة جدا على مستوى يعني مواجهتنا مع أعداءنا غربينا نعم النواب المصفقين لم تعتبر بأن وصفك لزملائك فيه إساءة لهم عندما قلت النواب المصفقين نعم هل قصت بالمعنى العامي المسحجين أو من يمسحون لا أنا قصتت المعنى الحرفي لأنه رد رئيس مجلس النواب زميل أحمد الصفدي علي وصفقوا أنا قلت أن الرد للرئيس وللي صفقوا لأنهم لم يفهموا كلامي في تلك اللحظة وصفقوا على يعني الرد الذي جاء يعني وكي أنه يريد أن يتهمني ولذلك قلت أن هذا الرد هو للرئيس ولمن صفق له لأنهم لم يعوا كلامي وكلامي في ذلك الوقت لابد من توضيحه الآن حتى يكون السياق مفهوم بأن الأردن أريد لها من أعداءها أن يكون لها دور وظيفي وقلت أن هذا لا يعني أني أنا راضي ومبسوط وأشجع ذلك أنا أعرف ذلك وأعبر عن غضب من ذلك لكن الأعداء أرادوا لنا ذلك فلكن علينا وهذا ما ذكرته في كلمتي لاحقا كيف نواجه ذلك ونواجه أن لا نكون لنا دور وظيف وأن يكون لنا سيادتنا حقيقية واستقلالنا من خلال كذا وكذا بما وضحته فهذا وقتها رئيس مجلس نوابي اعتذر لي اعتذر لي تحت قبة البرلمان واعتذر لي في لقاعة صحفية لاحقة وأنا أقدر ذلك أقدر هذا الموقف لرئيس المجلس لأنه عندما وضحت له الصورة وضح له مقصد يعني قام بالاعتذار وهذه يكبر عليها نعم الملك اليوم مهتم جدا بالحياة الحزبية بكافة أشكالها اليوم لو تحدثنا عن حزب الإخوان المسلمين وفرصته للوصول إلى تشكيل الحكومات لاحقا هل هذا أمر وارد مستقبلا؟ هو بالنهاية الحزب حزب جبت العمل الإسلامي اللي هو يعني يعتبر ذراع سياسي لجماعة الإخوان المسلمين تاريخيا معروف لكن هذا الحزب موجود من قانون الأحزاب من 1992 ولم يصدر عنه أي مخالفة للقانون وهو حزب مرخص ضمن القوانين والتشراعات الأردنية وله كل العمل الوطني الأردني الذي يخدم مصلحة الأردن وسيادته واستقلاله ونماءه وإصلاحه على كل المجتمعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والفكرية وقدمنا برنامج متكامل في كل هذه النواحي فمن حق هذا الحزب طبعا كونه هو حزب موجود على الساحة الأردنية أن يطمح وأن يتأمل أن يكون له دور ولكن هذا الدور وهذه نقطة مهمة جدا ليس انفراضي يعني هو لا يريد أن ينفرد في المشهد لا على المستوى التشريعي ولا على المستوى التنفيذي لكن هو يريد أن يكون شريك حقيقي في خدمة البلاد في كل المجالات ولو كان ذلك في حكومات لكن أحكيها ببساطة الحكومات ليست كحكومات هذه الأيام منما حكومات لها ولايتها العامة الحقيقية التي يستطيع من خلالها الوزير أن يطبق مشروعه وأن يطبق رؤيته لأن الكثير من الوزراء الحاليين في الحكومة الحالية ولا للحكومات السابقة على المستوى الفردي وعلى المستوى الكفاءة موجود لكنهم غير قادرين على أن يطبقوا حتى رؤاهم في داخل وزراتهم لأنهم في مشكلة في موضوع الولايات العامة والتدخلات والتجاذبات وما إلى ذلك لذلك أقول من حق حزب جمهة العمل الإسلامي طبعا أن يطمح بالمشاركة بتشكيل الحكومات والمشاركة فيها ليس بشكل انفرادي وإنما بشكل مع المجموع الوطني الأردني ولكن بحكومات حقيقية تكون لها ولاية عامة حقيقية وتستطيع أن تطبق برامجها التي تنعكس على حياة المواطنين ومعيشتهم تسييس النقابات المهنية إذا سييست أي نقابة ستخرج عن إطارها كيف ترد على ذلك؟ يعني مجمع النقابات المهنية دور كبير جدا السياسة ليست شر جزء من العمل يعني لما نحكي عن نقابة محامين يعني بكل تأكيد سيكون لها جانب معين على مستوى السياسي كذلك النقابات المهنية في ظل ضعف الأحزاب السياسية دور أكبر في المجال السياسي صحيح لكن بهذه الحجة تم القضاء تماما على النقابات المهنية الآن يعني ما الاحترام يعني للنقابات ومن يشغلها الآن لكن تراجع كبير جدا يعني ولا أحد يستطيع أن يخفيه وأن ينكره يعني أنا أعتقد أن إضعاف النقابات المهنية هو جزء من مسلسل إضعاف المؤسسات في أردن إضعاف مؤسسة مجلس النواب إضعاف حتى الحكومة وإضعاف يعني حتى على مستوى داخل الأسرة إضعاف دور الأب إضعاف دور شيخ العشيرة إضعاف دور المعلم هذا الإضعاف شمل النقابات المهنية وأدى إلى حالة من الضعف على مستوى الآن نعيشه الآن حتى الشخصيات الوطنية حتى الشخصيات التي محسوبة على الحكومة في تاريخنا حتى في انتخابات 89 على سبيل المثال كان هناك شخصيات صحيح محسوبة على الحكومة ولكنها يعني كانت شخصيات ثقالة وكانت شخصيات يعني وازنة ولها تأثير ولها ترحاب في مجتمعها الآن هناك مسلسل من إضعاف حجة إضعاف النقابات المهنية أنها تدخلت في العمل السياسي والسياسة بكل تأكيد ليست شركة ممكن ضبط هذه المسألة بدلا من أن يتم الإقصاء الكامل للدور الوطني الذي كانت تلعب النقابات المهنية نعم لكن نريد التوضيح هنا أن النقابات المهنية يعني هي ما وجدت لتعمل عمل الأحزاب مثلا إذا تحدثنا عن نقابة للمعلمين قيل أن النقابة أرادت أن تستقوي على الحكومة وأن تفرد رأيها وأن تثبت للحكومة أن نحن فوق الدولة يعني كما وصفها البعض نحن لا نتبنى الكلام يعني كيف ترد على ذلك تمام بالنسبة لنقابة المعلمين أولا الموضوع أن نحن الدولة الدكتور ناصر نواصر أخذ عليها براءة بالقضاء الأردنية يعني أنه لا يوجد فيها مخالفة قانونية لأنه البعض اصطادها وكانوا يريد أن يوصل أنها رسالة كل النقابة أنه تحدي أمام الدولة أخذ عليها براءة القضية لأنه كان الفيديو مجتزأ من سياقه أما بشكل عام المعلمين بشكل عام كان مطلبهم ميهني بحث كان مطلبهم علاوة وكانت المشكلة في وزراء التربية والتعليم وفي الحكومة التي أغلقت الأبواب أمام أي نقاش وأمام أي حوار مع المعلمين التوافق على شيء مقبول ومرضي ويناسب الدولة الأردنية النقابة المعلمين دافعت عن حقوق أكبر شريحة في الأردن أكثر من 100 ألف معلم والدفاع عن هذه الشريحة هو دفاع عن الوطن لأنه هذا هو عبارة عن الجيش الثاني للأردن ما يوجد أسرة في الأردن ما لديه علاقة مع المعلمين رفع سوية وكرامة ومعيشة المعلمين له مطلب النقابة سيؤدي إلى رفع سوية الأردن في كل المجالات لكن الحكومات والسلطة بشكل عام هي التي تعمدت أن تجعل وكأنه نقابة المعلمين خصم وكأنها ند ولذلك حصل ما حصل أما ارجعوا لكل خطابات نقابة المعلمين وكل مطالبهم كانت مطالب ميهنية بحثة تتعلق في العلاوة على مستوى المعيشة للمعلم وتتعلق في المناهج على مستوى العملية التعليمية في الأردن وعلى مستوى جودة التعليم في الأردن فأنا أرفض أصلا فكرة أنه النقابة ذهبت للتسيس الذي دفع الأمور لتصبح ملف سياسي لا وبل ملف أمني هي الحكومات والسلطة نائب عبد الكريم الدغمي بأنه مجلس النواب ديكور هل ترى بأن ذات الوصف ينطبق أيضا على الأحزاب المتواجدة اليوم؟ يعني سوفي صراحة لكل أنا زي ما حكيت حالة الإضعاف بما فيها لمجلس النواب وإحنا ضد إضعاف مجلس النواب لكن نرى وجهة نظرنا بأنه هناك جزء من السلطة تريد إضعاف مجلس النواب لإضعاف الثقة الشعبية لأنه مفتاح الإصلاح في الأردن هو مجلس النواب وجعله ديكور كما وصفه يعني رئيس مجلس النواب الأسبق أو السابق هو وصف يؤدي إلى فقدان الثقة الشعبية فيه وعشان هيك الناس لا تؤمن بمجلس النواب ولا تؤمن في الانتخابات وضرورتها وما بلومها يعني أنا ما بحكي في إطار اللوم لأنهم شايفين مجلس النواب لن يستطيع أن يقف في وجه الحكومة وأن يغير قرار اتخذته الحكومة ولكن هذا الإضعاف والآن مسلسل إضعاف أو تشكيل الأحزاب السياسية لأنه أصبح إلها مقاعد الآن 41 مقاعد بعدين نص المقاعد بعدين 65% منهم الناس هل آمنت بالأحزاب السياسية وهل آمنت أنه فعلا إحنا مقبلين على الحياة السياسية وديمقراطية وتداول السلطة كما يجري في العالم الديمقراطي المتقدم لا أحد يؤمن بذلك لأنهم شايفين والبلد الصغيرة إحنا يعني ما في شيء بتخبى فشايفين أن تشكيل الأحزاب السياسية الجديدة للسلطة يد فيها ولذلك لا أحد يؤمن أنه السلطة ستعيد لك الديمقراطية والحرية والولاية العامة عن طريق هذه البوابة التي في كثير من التجارب عم تعيد إنتاج نفس الأشخاص الذين أوصلونا إلى ما وصلنا إليه الآن من 1 إلى 10 كم تعتبر نفسك فاهم الدرس مش حافظ يعني واحد شاته بنفسه مجروحة يعني 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 بدي أطوضى واحد كتسعة طيب لو عرض عليك العمل في قناة بخلاف يعني القنوات أو الوسائل الإعلام المحسوبة على زي ما بيحكوا التيار الإسلامي هل بتوافق؟ يعني شوفي مسألة شوي صعبة بالنسبة إلي لأنه أنا صاحب موقف دائما يعني أنا ما كنت بالإطار التفصيلي أنه أنا مذيع أو مقدم برامج في الإطار المهني اللي أنا بسبق لا أنا صاحب رسالة وهذه الرسالة أنا بدافع عنها في أي مكان ومن الصعوبة بمكان أن أتواجد يعني في أي مؤسسة لا أستطيع فيها أن أدافع عن رسالتي لأنه أنا بفقد بالنسبة إلي بفقد أهمية وجودي لذلك أنا دائما أمين لأن أكون ضمن الوسط تبعي حتى أستطيع أن أقدم رسالتي لأنه أصلا عايش عشانها مش بس في العمل السياسي أو الإعلامي حتى في كل حياتي أنا عايش من أجل هذه الرسالة وروحي ترخص من أجل خدمة هذه الرسالة مع أن البرامج الجدلية أو الخدماتية على القنوات يعني لديها مساحة كبيرة وهناك جرأة في الطرح ما المبدأ التي تتحدث عنها شوفي أنا جربت يعني بعملي بمؤسسات الإعلام يعني اللي التدخل الموجود في الحياة السياسية على مستوى الحكومة وعلى مستوى مجلس النواب وعلى مستوى النقبات وعلى مستوى الأحزاب أيضا في العمل الإعلامي التدخل موجود ولذلك أنا لا أطيق التدخلات يعني لا أطيقها ولا أطيق التوجيه في إطار معين لذلك لا أستطيع لأنه رسالتي تراها السلطة ويراها من يتدخل في العمل بشكل عام أنها يعني شيء مخالف ومعارض وما إلى ذلك أنا أراها أنها وطنية وتخدم بقاءنا وتخدم استماريتنا لذلك أقول لأني أعلم أن هناك تدخلات كبيرة بأني لن أستطيع أن أطيق هذه التدخلات ولذلك لن أستطيع العمل في مثل هذه المؤسسات التي أحترمها وأقدرها وأقدر دورها لكن لا أتحدث عن وجودي أنا شخصيا فيها تصريح ندمت عليه خلال مداخلة إليك تحت قبة مجلس النواب يعني ما بيستحضرني مش أني ما بخطأ أكيد إنسان خطاء وخير الخطائين التوابين ولكن أنا يعني يعني مش عم بخطر عبالي تصريح معين ولكن أنا بشكل عام بمساري التزمت بمسار واحد يعني لم أتنقل ولم أتبدل ولم أتنطمط في المواقف دائما واقفي واضح وواحدة يمكن يكون إلي زلات لسان هذا يعني وارد ويعني أنا دائما ما أعود وأستغفر الله عز وجل ويعني حتى يعني ما يكون يعني علاقته مع ربه واضحة يعني ربنا بجنبه الأخطاء وبجنبه سوء الفهم بقدر يعني كبير جدا لذلك أنا يعني حتى إذا الناس فهموني بمنحة غير المقصد أنا ملجأي يكون دائما إلى الله عز وجل مش من باب تنظير ديني لكن المبدأ إنه إرضاء الناس غاية لا تدرك أما إرضاء الله عز وجل فهي غاية لا تترك طيب معاً ضد رص وكبت الأصوات التي تخرج كأبواق وتبس السموم من الخارج وتتحدث عن الدولة وتتحدث عن جلالة الملك وتتحدث عن كثير من الأمور التي مشاناً تسيء في كيان طبعاً إحنا نرفض كل الإساءات التي تتوجه للدولة الأردنية والرموزها على رأس جلالة الملك والأجهزة الأمنية قواتنا المسلحة هذه بالنسبة لنا دائماً خطوط حمر ثوابت لا نسمح لأحد المساس بها لكن أنا هنا أتحدث أن هذه المنصات الخارجية من الذي سمح لها؟ يعني أنت لما أنت تعملنا قانون جرائم التروني وتمنع المعارضة في الداخل أن تتحدث أنت فعلياً عم تدعمهم تدعم المعارضة في الخارج وتسمح لهم بمساحات لأنه إحنا في الداخل مش قادرين يحكي خوفاً من القوانين هناك ما في قوانين تضبطهم فبالتالي تترك لهم مساحة واسعة من العمل هل أنت مع وصفهم بالمعارضين؟ المعارض شخص لديه فكرة ومبادئة هو وصف سياسي أطلق عليهم المعارضة في الخارج وهو موجود في بعض الدول سمي في ذلك وإحنا من الصعوبة برضو أنا بحكي أنه ناخدهم كبكج واحد يعني فيه يمكن أكثر من شخص فيه ناس محسوبين على الصهاينة فيه ناس محسوبين على كذا يعني صعب ناخدهم بكج هم نفسهم مختلفين يعني هم لا يعتبروا أنفسهم فريق واحد فكل حالة لوحدها لكن أنا أقول الذي شجع على وجود هذه الظاهرة هو الكبت الحريات الموجود في الداخل وعدم السماح للمعارضة الحقيقية داخل الأردن بالحديث زائد سؤال مطروح من الذي يوصل لهم المعلومات؟ هذا سؤال مفتوح لأنه كثير من الأحيان يتحدثوا عن معلومات تكون صحيحة وتكون صائبة من الذي يوصل لهم المعلومات؟ أكيد مش مواطن عادي في الشام سؤال برسم الإجابة طيب أخيرا كلمة لجفرا نيوز وإذاعة ميلودي الأردن يعني إحنا منحييكم صحيحة تجربة هذا البرنامج تجربة غريبة بيني أنا اللي حسا ما شفتك في الخلف عكس طبيعة البرامج لكن أنا عندي الجرى وعندي القبول أني أتقبل أي فكرة جميلة وجديدة ربما البعض مش عجبيته لكن شيء جديد يعني وفكرة جديدة وبرنامج أثار جدل يعني وله حضوره وجفرا نيوز وأيضا إذاعة ميلودي وصبق أن يعني قاموا باستضافتي أنا بالنسبة لي مجرد الاستضافتي فيها وأنا أعلم أنه كثير من وسائل إعلام يعني لا تستطيع أو لا ترغب أو تفسيرات كثيرة باستضافتي ربما للغة الخطاب أنا أعتقد أنه مجرد الاستضافة فيها جرأة وفيها يعني شيء جميل يستحق التحية مني يعني شخصيا على دوركم وأيضا مندوبيكم اللي موجودين دائما في مجلس النواب ومحاولتهم يعني للتغطية الدائمة ولنقل الحقيقة والصورة الصحيحة كل ذلك تحيي عليه ونحيي أيضا القائمين والإدارة في موقع يعني في جفرة وفي ميلودي وهذه المؤسسات الإعلامية التي أنا أعلم أنه في الأردن وجود مؤسسات إعلامية واستمراريتها وتشغيل الشباب الصحفيين يبدون الصحافة وإعلام يلاقوا مؤسسات تشغلهم هذه مسألة مش سهلة وبالتالي هناك دور وطنة أيضا لجفرة وميلودي شكرا نزعة الناب حيلا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة